روسيا أصبحت تهديد الحكومة النمسية توافق على تعديل استراتيجية الأمن الوطني وده يمكن رغم انتهاء أو قرب انتهاء عمل الحكومة الحالية إلا أنه هناك توافق بين حزب الشعب وحزب الخضر والقرار ده هيصوت عليه الأربعاء القادم هو الأربعاء اللي فات تم التصويت عليه يعني هو فعليا اعتمد ولكن ما زال يحتاج إلى العرض داخل البرلمان النمساوي والبرلمان الذي هو سيقره بشكل أو بآخر ولربما سيكون هناك تعديلات في الحكومة المقبلة يعني لا أحد يعني غير معروف بصراحة هل سيتم تقديمه إلى البرلمان الحالي أم البرلمان الحالي حاليا هو في عطل صيفية يعني اعتقد خلال أيام يفترض من المفترض به أن يعود إلى الانعقاض مجددا طبعا المعارضة استنكرت هذه الخطة وقالت أن الحكومة النمساوية يعني السيد فيرنر كوغلر حزب الخضر والمستشار النمساوي لم يناقش بشكل واضح يعني مع باخي الأحزاب السياسية وقالت يعني قالت بعض الأحزاب أنها فعليا تم عالموا عن هذه الخطة والستراتيجية الأمنية لأن نمسا من خلال وسائل الإعلام طبعا هذه الخطة تشير إلى أن روسيا أصبحت تهديد حقيقي وأيضا ترى على أن أن الصين أصبحت شريك وتحدي يعني أصبحت أصبح لها معادلة خاصة ضمن هذه الاستراتيجية مشاكل طبعا موضوع موضوع الأمن موضوع الدفاع الأوروبي المشترك يعني محور التعاون مع الناتو يعني هذه الأمور أدخلت أدخلت في في الاستراتيجية الجديدة للنمسا في هذا العام وطبعا الاستراتيجية القديمة منذ عام 2013 هي موجودة أي بس مش هيوصلوا لحل أعتقد إلا إذا كان على المستوى الأوروبي لأن الواحدهم لا 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 هنا النقطة هذه الاستراتيجية الأمنية كل دولة معنية فيها ومن ضمن الأخطاء طبعا التي أقرت هي موضوع يعني الاستقلال عن الغاز الروسي حتى عام 2027 وهذا اللي كان من يعني من أكبر التحديات والمناوشات التي تحدث ما بين طرفي الحكومة الحزب الشعب وحزب الخضر دائما دائما عندهم صدام فتوصلوا أخيرا إلى حتى عام 2027 من المفترض أن يتوقف الاعتماد على الغاز الروسي وأنا أراه بصراحة حاليا هدف غير قابل للتحقيق غير قابل للتحقيق وبعد الانتخابات هنشوف حاجة جديدة